أسأل خير في أيام غير الأيام أيام إحساسنا بيها بيكون مختلف لأنها مختلفة لأنها أنادي الهداية بتنور طريقنا وبتدلنا على مفاتيح راحة النفس وعلى خزاين كنوز الرضا والامتسال لأوامر ربنا ونوهي أيام خير وأيام باركة والليالي طهرة نقية هي فرصة لتقوية صلاة العبد بربه فرصة للتخليل والتحلي للوصول للتجلي والتخلي هو أن الإنسان يخلي قلبه من كل شعور فيه شر أو قبح يتهر قلبه من ذنوبه ومن معاصيه من الكراهية من الحسد الحقد الغل من التعصب من التكبر ومن كل شرور النفس وخطاياها ومن كل هموم الدنيا ومشاغلها وبعد التخلي بيجي التحلي بتحليت القلب بكل فضائل الخير بالحب والتسامح بالتوكل على الله السقف قضاءه وقدره والتسليم بقردته وهنا بيجي التجلي بنعمة ربانية بتملى القلب بنفحات من الصفات الإلهية الجميلة فمن صفة الرحمة بتكون القلوب الرحيمة ومن صفة المغفرة بيكون الإنسان متسامح ومن صفة القرم الإلهي بيكتسب الإنسان صفة العطاء بلا مقابل الخطوات دي هي اللي بتصحح ما صار الإنسان في الحياة بتقربه من ربنا وده جزء من التجارب الروحية لكبار المتصوفين اللي وصلوا لأعلى مراحل العشق الإلهي زي الحلاك كده لما قال لي حبيب أزور في الخلوات حاضر غائب عن اللحظات ما تراني أصغي إليه بسمع كي أعي ما يقول من كلمات كلمات من غير شكل ولا نطق ولا مثل نغمة الأصوات وفي الأيام المباركة لشهر شعبان وفي ليله الكريمة وفي الأجواء الروحانية على طريق شهر رمضان المعظم النهاردة بنجدد اللقاء مع الكلمة الطيبة على أبواب الهداية والنور ورحلة روحانية جميلة مع ضيفي الكريم الدعية أحمد الطلحي أهلا بحضرتك نوارنا أهلا وسهلا ومرحبا بيكم كل عام وأنتم بألف خير يا رب يجعل أيامنا كلها إن شاء الله أفراح ومسرات ونفحات من الحق سبحانه وتعالى يا رب والمنشد السوري بهاء الدين الحيك أهلا بيكم نوارنا يا مرحبا بكم حياكم الله كل سنة طيبين إن شاء الله شيخ أحمد شهر شعبان الكريم بييجي السنة دي على أهل سوريا وهم في محنة إزاي الأيام المباركة الجميلة لشهر شعبان تعمل كده دواء للقلوب الحزينة على أهلنا في سوريا الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا ربي على كل نعمة وأفضل النعماء قولي لك الحمد الحمد لله وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه سيدنا الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعطينا جوابا لهذا السؤال الكريم وكأنه يحدثنا عن الألم الذي نشعر به هو عدم فهمنا عن الله سبحانه وتعالى في الكون تحصل أحداث كثيرة جدا ولكن قد يرىها الإنسان فيها شيء من الألم الكبير الواضح لجهله بما وراء ذلك من عطايا من الحق سبحانه وتعالى لو تحدثنا عن هذه الحادثة وطبطبة قلوب وجروح وأناس يحتاجون مننا كلمة طيبة أو دعوة صادقة في هذه الأيام لا شك أنه روح له الفداء قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ولكن أيضا تنظر فيها من باب الظاهر أنها أحداث تحتاج منك وقفة تحتاج منك دعوة تحتاج منك شد أزر سنشد عضدك بأخيك كل حد بنشوفه منهم بنقوله لا تحزن إنني أنا أخوك فلا تبتئس نحاول بقدر المستطاع أهلينا في تركيا وصوريا في محنة كبيرة الأيام دي لكن الطرف الآخر لما ترهم باسم الله الباطن سبحانه وتعالى تدرك أن الله سبحانه وتعالى أراد بهؤلاء القوم خيرا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي قال عجبا لأمر ابن آدم كله له خير فما تراه خيرا هو من عند الله سبحانه وتعالى وما ترى لك أنه غير ذلك الحكمة من رأي ذلك يعلمه الحق سبحانه وتعالى لكن الواجب علينا أو عبادة الوقت كما تقال هي جبر الخاطر لهؤلاء الناس إغاثة الملهوف النظر إليهم المساعدة لهم الهمة القوية في لملة جراحهم ومواساتهم في هذا الحدث الجلل العظيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد موتهم وأن يحسبهم عنده في الشهداء وأن يشافي كل المرضى والجرحى والمتأثرين وأن يأوي كل من كان مشردا من دون مأوى بمحض جوده وفضله وبركته إنه وريد ذلك والقادر عليه يا رب يا رب بها أنت تولدت في دمشق ودرست القرآن والتجويد والإنشاد هناك أولا يعني كيف الحال الآن في سوريا أنت أكيد على اتصال بأهلك هناك وأكيد على اتصال بكل بني وطنك هناك الحال دلوقتي أخبرهم إيه وتقولهم إيه النهاردة والله أول حقا والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وقتم تسليم على الحبيب المصطفى وآله وصحبه أجمعين تاني حقا يعني لما أكلم الأهل هم صعي في حالة من فزع أو يعني زي ما تقول حالة من رعب ولكن سبحان الله دائما زي ما تفضل سيدنا الطابع الإيماني يغلب على الحال سبحان الله دائما الإنسان أي مصيبة كلها لخير فاللي توفدوا الشهداء نحسبهم عند الله وبرضو المنكوبين يعني عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالموضوع يعني في صبر وفي يعني محبة وقرب من الله سبحانه وتعالى شيخ أحمد جزاء الصبر إيه اللي كلمنا عنه بهاء أعطاء من الله سبحانه وتعالى أنه في معية الحق إن الله مع الصابرين يعني الإنسان الذي يبحث عن المعية لو تأملنا في المقدمة العظيمة التي ذكرتموها وذكرتم الإمام الحلاج وغيره من أئمة كل مراد هؤلاء العباد والعارفين بالله والعلماء والصلحة حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضهم أعلى مقام كانوا يرنون إليه أنهم يكونون في خلوة مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وصحبه وسلم ومع الله سبحانه وتعالى أي أنك أنت وربك ونبيك صلى الله عليه وصحبه وسلم على وجه الأرض لم تحصل هذه الخلوة في وضح النهار إلا لسيدنا أباكر الصديق فسميت هذه الخلوة بمقام الصديقية الكبرى فكان هو صاحب هذا المقام إذا كان مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالصديقية الكبرى والإنسان يرنو إليها ويسعى إليها لو صبرت كنت مع الله سبحانه وتعالى فهو الذي قال إن الله مع الصابرين لم يقول إن الصابرين مع الله بل قال إن الله مع الصابرين لماذا؟ لحديث آخر قوله روح له الفتاة أنا مع المنكسرة قلوبهم من أجلي لأن الذي يصبر هذا في كسر في القلب فإذا استشعر هذا الكسر في القلب حصل له يقولون إذا جاءك الكسر جاءك الجبر مباشرة والإنجبار يأتي بعد الإنكسار فعندما ينكسر الإنسان نجدها أيضا في قول الحق سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنة ذو الجلال والإكرام قالوا لا يكون الإكرام من الله سبحانه وتعالى إلا إذا شعرت بجلاله سبحانه جل جلاله وفعله ففي هذا الجلال تشعر بالإنكسار فالإنكسار يحتاج منك صبر قد يكون صبر على أذية من الناس قد يكون صبر على شهوة من شهوات الدنيا قد يكون صبر على طاعة من الطاعات أنا أصبر على هذه الطاعة نفسي تنازعني لا تريد وأنا أصبر عليها الصبر أنواع كثيرة جدا لكن مراده كله أنك في معية الحق سبحانه جل جلاله وتعالى في علها إيه رأي حضرتك في اللي بيربوته ما بين الكوارث الطبيعية والعقاب الإلهي يعني الناس اللي بتقول مثلا أنه الزلزال ده عقاب من ربنا عشان ربنا مش راضي على من كانوا في هذه الأراضي التي حدث فيها الزلزال حاشا وكل هذا كلام يحتاج إلى بس صفاء قلب وسريرة وحصن ضن من المتكلم نقول له سيدي أو سيدتي هذا الكلام لا يليق أمام الحق سبحانه وتعالى لما لأن الدنيا أصلا هي دار وعمل وليس دار وحساب ولو كانت دار حساب ما سق الله سبحانه وتعالى منها كافرة شربة ماء الذين هم يعاندون الحق سبحانه وتعالى سمعنا أن أناس كثر عادوا الحق تبارك وتعالى من إمبراطوريات وبدءا من النمرود إلى غيره إلى غيره من الناس الذين واجهوا الحق سبحانه وتعالى بالعداء أو أناس كفروا بالحق سبحانه وتعالى وألحدوا أو أناس فعلوا الأفاعيل في دين الله حتى سميت بهذه الجماعات بالإسلامي وفوبيا الناس هؤلاء الذين هم يعادون الحق سبحانه وتعالى هذه منطلقاتهم أن السؤال يحد كان يسألني يقولي أن هذا الزلزال من الذي كان سببا فيه فقلت له كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى فقال إذن هو الذي يحاسب انظري من تحاسب هو الذي سبحانه وتعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون فالناس تحتاج دراسة عميقة جدا في أرواحهم في دواتهم أن هذه الأفعال أو هذه الأحوال هي بمحض جوده وفضله وبركاته صلى الله عليه وسلم يقول كله له خير قد أراه غير ذلك لكن كل عمل كل ما يحصل للإنسان له خير فالإنسان الذي ممكن برهبة أو برعب حصل وأخي بهاء يقول هم يشعرون بالرعب ويشعرون بالرهبة والخوف الله سبحانه وتعالى قال لمن شعر بهذا الخوف له مقامان المقام الأول أنه يقبل على الله سبحانه وتعالى شهيد والمقام الثاني له جنتان من الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فالإنسان يعني بهذا الرعب وبهذا الخوف شعرت بهذا الألم شعرت بهذه الرهبة والرعب الله سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فالمسألة عظيمة من عطاء الحق سبحانه لكن الإنسان ينسى أو يتناسى أنه يريد أن يعيش في الدنيا فترة طويلة جدا وهي لا شك أنها زائلة والحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأحدثنا وأخبرنا وأنبأنا أنها ستأتي في آخر الزمان كما في القرآن الكريم حتى إذا زينت الأرض وأخذت زخرفها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس ثلاثين ثانية غيرت موازين الناس لكن النبي هو الذي يسترشد بمثل هذه المواقف ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القادر وهو القاهر وهو الذي بيده الأمر بل هو الذي يدبر الأمر سبحانه جل جلاله وتعالى في علاه بها أنا عارف أنك محضر لنا النهاردة يعني مجموعة من الأنشيد والابتهالات والمديح النهاردة تبدأ معنا بإيه وهيكون أول نشيد أو إنشاد لأهلينا في سوريا وتركيا والله هيكون إن شاء الله موشح تعلمته على يد الشيخ قارئ جمهورية العربية السورية الشيخ محمد عارف العسلي الله وهو الألحان الموسيقار الراحل الكبير زهير بن ميني رحمه الله موشح حلو هو ابتهال مناجاة وبعرض الحال سبحان الله في هذه الأوقات شكرا للمشاهدة أتيتك مقصوص الجناح أتيتك مقصوص الجناح خوائض عن يا ربي خوائض عن ذليلا بلا عذر ألاف قبلا عذري أتيتك مقصوص الجناح خوائض عن ذليلا بلا عذر ألاف قبلا عذري فيا أمل الراجين يا خاية الرجا فيا أمل الراجين يا خاية الرجا ويا موء إلى الملهوف في السر والجهر إلهي إلهي بالقلوب وأهلها لا تدارك بنصر مثل ما النصر في بدري وصلي على روحي الوجودات كلها وصلي على روحي الوجودات كلها حبيبك طه سيد الخلص طهري الله يفتح عليك بجد جميل جدا يا بهاء بجد يعني دخلنا بهاء في عالم تاني الله خصوصا لما ذكر أنه أتى إلى الله سبحانه وتعالى منكسر الجناح خويضع الألفاظ التي تحرك القلب يعني مثل هذا الكلام خويضع ده يعني تصغير من خاضع تواضع يعني مش بس أنا خاضع أنا خويضع أنا أقل يعني عبيد لست فقط عبد أنا عبيد يعني هو كأنه يتواضع لله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه من تواضع لله رفعه وأنه إذا انكسر بين يدي الجبار جبره سبحانه وتعالى فبعد الانكسار يأتي الانجبار هذا الكلام يقولون عنه يحرك موجودا في الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى يقول واعلم أن فيكم رسول الله فهذا النور الذي فينا الإنسان مباشرة تتغير أحواله ولو في دقائق معدودة يستمع إلى كلمات تحرك فيه موجودا ويقول إلي حصل بشرتي ملها شعري ملي حصل إدماغي فكري نبضات قلبي تغيرت كل هذه المشاعر هذه مشاعر المحبة يقولون لي في محبتكم شهود أربع وشهود كل قضية عدلاني خفقان قلبي واضطراب جوارحي ونحول جسمي وانعقاد لساني فسبحان الله مثل هذا الكلام جزاكم الله خير أن تكون حضرة الإنشاد موجودة فيحصل بها تحريك الموجود ويقولون هو لا يوجد مفقودا بل يحرك فيك موجودا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرك هذه الأنوار فينا فتكون في القلوب وفي الجنان فتعمل إن شاء الله بسرها الأركان بجاء الحبيب المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم كلمة حضرتك قررتها كذا مرة وأنا حب أتوقف عنها الجبر بعد الإنكسار يأتي الجبر نحن نجبر بخاطر اليتيم في وسط المقاس الكبيرة والكتيرة اللي حاصرت في سوريا وتركيا في ناس كتيرة فقدت الأب والأم وفقدت عائلتهم بالكامل في أسر بالكامل فقدت فضل العطف على اليتيم في شهر شعبان وخاصة في ظل هذه الظروف شوفي سيدتي الله سبحانه وتعالى مباشرة أخبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وبشر أنه صاحب الهدم شهيد ما معنى صاحب الهدم شهيد الذي يجلس في مكان فيهدم به هذا المكان تهتز به الأرض أمر حدث جلل عظيم جدا فهو صاحب الهدم النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أن صاحب الهدم شهيد وهذه بشارة ما معنى شهيد أن الذي توفاه الله سبحانه وتعالى من ذكر أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا الحسنات والعطايا لربنا الدهال تدخله للجنة وتدخل معه سبعين شخص يعني دعوة للجنة من دون حساب من دون سابقة عتاب ولا عذاب ولا أي مسائلة من الحق سبحانه وتعالى بل لك ومعك سبعين فيشفع في سبعين من أسرته من أهل بيتي هذا جبر من الله سبحانه وتعالى لما لثلاثين ثانية عاش في الدنيا حصل بها هذا الرعب وحصل بها هذا الخوف فالأولى منها الثانية أنه إذا رأى اليتيم مباشرة تذكر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو سيد الأيتام صلواته ربي وسلامه عليه عاش يتيما وأوصى باليتمام بل النظر إلى الأيتام أو المسح على رؤوس الأيتام أو العطف على الأيتام يضمن لك ليس فقط الجنة بل يضمن لك مكانة في الجنة بجوار رسول الله روح له الفداء قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة فلما وأشار بأسبوعه صلى الله عليه الصحيح وسلم لكن لما تسأل الكفالة يعني قصدك أدفع أموال كثيرة أنا ما عندي أنا يعني الحياة غلية والحقود ضروف صعبة العطف والرعاية وقبر الخارج الكلمة الطيبة بالابتسامة فقط لمعت عينك وأنت بتبصلهم وتحسسهم أن الدنيا لسه فيها خير الكلمة الطيبة لهؤلاء الناس تجبر بخاطرهم لك أنك تمسح على رأسه المسح هذا فيه سر عظيم روح له الفداء قال صلى الله عليه وسلم كل شعرة يمر عليها يد الإنسان وأذكر هذه حادثة حصلت للجيل اللي أنا تربيت فيه قبل فضيلة قبل فضيلة زمان كانت تحدثنا أنها تزور كثير من دور الأيتام فكانت تمسح على رؤوس الأيتام فلما تدخل لدار الأيتام فيها مئة طفل فيها مئتي طفل تشترط عليهم لابد أن تمرر يدها على كل هؤلاء الناس أنا لا أستشهد هنا بحديث أو بآية بل بعمل ماما فضيلة أظن وأبلا فضيلة كل الناس عارفها ماما نجوى وأبلا فضيلة يعني هذا الزمن الجميل اللي عشنا فيه فلما سألوها أنت بتعملي كده ليه فقالت سمعت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يمسح على رأس اليتيم يعطيه الحق تبارك وتعالى بكل شعرة حسنة بكل شعرة حسنة شوفي كم يتيم احنا بنمسح على رأسه هذه الأولى بعدين سألوا لماذا المسح فقالوا المسح يورث رطوبة في القلب ليونة في القلب رفقا في القلب تواضعا في القلب عندما تمسح على رأس اليتيم زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما يتصافح المؤمنان تتحات ذنوبهما كما تتحات أوراق الشجر الشجر في فصل الخريف لما يقبل عليها هذا الموسم تتساقط هذه الأوراق مجرد ما وضعت إيدك بس على رأس اليتيم كل الذنوب التي عندك تساقطت هذا جبر هو من المحتاج أنا ولا هو الآن أصبحت أنا الذي أحتاج له هو الذي يحتاج لما لأن هؤلاء كلهم في كفارة الحق سبحانه وتعالى وفي كفارة الحبيب الأعظم ومن مات منهم في صغره كان كفيله سيدنا إبراهيم رضي الله عليه السلام وعليه صلوات الله وسلامه سيدنا إبراهيم الخليل بل مقام الأطفال الذين يتوفهم الله سبحانه وتعالى في الصغر مقامهم في الجنة تحت سقف عرش الرحمن سبحانه جل جلاله وتعالى في علاة هذا عطاء كبير حكم المتوفي بسبب الزلزال المتوفي هو الله سبحانه وتعالى والمتوفى هو الذي وقع عليه هذا الحادث الذي توفاه الله سبحانه وتعالى بهذه الحادثة سواء كان بخبر ممكن يكون سمع الخبر فأخاف أو ترعب وهو موجود في بعض المرضى عندهم أمراض مزمنة قلب وغير ذلك من الأمراض لكن كلهم حصرت لهم كان سبب الوفاة فيهم كلهم هذا الزلزال الحبيب صلى الله عليه وسلم بشر الكل بالشهادة أن صاحب الهدم شهيد طيب أعطي ثانية أخرى أنه فيهم سوريين كتير جدا مغتربين والمشهد الجلل العظيم الذي رأيناه الذين خرجوا نازحين من بلاد الشام الشريف إلى بلاد الأناضول إلى تركيا ثم عادوا في الصناديق أهلهم وأسرهم كانوا زعلنين جدا عليهم لكنهم لما عادوا عادوا بشهادتين الشهادة الأولى أنهم شهداء في الزلزال والشهادة الثانية بنص كلامه يروح له الفتاء كل غريب شهيد كل غريب شهيد والحبيب صلى الله عليه وسلم من السوريين أيضا الذين غريقوا في البحار بشارهم رسول الله أيضا بالشهادة وكل غريق شهيد ومنهم من مات في نار حريق أو ما شبقل وكل حريق شهيد طيب منهم من مات في غربته وهو مبطون قال وكل مبطون شهيد مرض باطني في القلب في الأمعاء في الكبد في الكليتين في الرئة المرض غير ظاهر قال صلى الله عليه وسلم وكل مبطون شهيد فهذه كرمات من الله سبحانه وتعالى طيب ما هو العطاء للشهداء هؤلاء الذين توفهم الله سبحانه وتعالى ألا خوف عليهم ولهم يحزنون لما رأوه من خوف وحزن في ساعة وفاتهم الله سبحانه وتعالى لن يكتب عليهم بعد ذلك لا خوف ولا حزن أي أنهم لا يخافون عندما يخاف الناس في ساعة الصيحة ولا يخافون في ساعة المحشر ولا يخافون من الحساب ولا يخافون من الميزان ولا يخافون من السقوط على الصيراط الخوف العظيم هذا كله هؤلاء لا يرونه ولا يسمعونه ولا يسمعون حسيسها قال سبحانه وتعالى لما بثلاثين ثانية في الدنيا قد نراها حقيقة أمر عظيم وهؤلاء أطفال صغار يموتون لكن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا أعطاهم ما نحتاج إليه من عطاء التأمين يوم الفزع الأكبر اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون خوف ما هو يوم؟ ألف سنة وأنت تنتظر في ساحة المحشر خوف هم لا يخافون لما الله تبارك وتعالى كتب عليهم أن لهم لا يخافون ولا يحزنون لا يوجد عندهم حزن بالإضافة إلى ذلك لهم مقامات في الجنة وهم أحياء من هذه الساعة من الساعة التي انتقلت فيها أرواحهم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله على خلاف الروايات أحياء عند ربهم يرزقون نعم أحسنتم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء أين يا رب؟ عند ربهم يرزقون مقام العظيم عندية الحق سبحانه وتعالى عندي وعند فلان هذا مقام عظيم أنا متغدي النهاردة عند فلان هو الآن في ضيافة الحق هو عند الله سبحانه وتعالى ماذا يحصل لهم؟ عند الله يرزقون بس يرزقون لا فرحين فرحنين سبحان الله نحن لسه زعلنين عليهم والهدم الذي حصل هم فرحين بما آتاهم الله من فضله يا الله ما آتوه من أحداث هذا كله فضل نعم فضل من عند الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الناس اللي حتيجي من وراهم فرحنين بيكم وستنينكم تيجوا ليه ضمن لكم معنا كل واحد مع سبعين شخص يقدر يدخلوا للجنة بالخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى فرحين بالذين استدين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولهم يحزنون هذا كله في ثلاثين ثانية عطاء الله سبحانه وتعالى كبير يعني الواحد لما يتأمل في كلام حضرتك يعني بيحصل له كده نوع من الراحة يعني بتشيل عننا الحزن كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان كل يوم يستعيد يقول اللهم أني أعود بك من الكفر والفقر وأعود بك من العجز والكسل وأعود بك من الهم والحزن الألم ده سيدنا النبي يستعيد منه الحزن الحزن بيختلف عن الحزن هو واحد لكن هو عمق كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيه شيء على السطح وشيء عندما تغوص تجد فيه عمق وعندما تغوص أكثر تجد أعماق أخرى في معاني كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الوقت حقيقة لا يتسع لها أنا كم أتمنى أني أسمع أنا لست هسأله الهم والحزن اللي حارك تتكلم عنه ممكن الابتهالات الدينية تمسح كده على قلوب الإنسان الحزين والمهموم يا سلام والله هي الابتهالات اللي كنا تربينا عليها من صغرنا بقى هي سبحان الله تبعث في القلوب من الطمأنينة والراحة والسكينة خاصة أنها كلام لأولياء الله سبحانه وتعالى لذلك لما الكلام ينبع من إنسان له وارد في قلوب الناس بقى حتى أزهر القلوب وتشرق يعني ده ظنينا في الله سبحانه وتعالى أزهر قلوبنا حوالي سبحانه وتعالى حوالي سبحانه وتعالى ربي أنت المرتجى أنت غفار ذنوب قلبي طال به الرجاسة إلى أن ربي أتوب ربي أنت المرتجى أنت غفار ذنوب قلبي طال به الرجاسة إلى أن ربي أتوب سائلاً إياك تعفو عمري بالإسلام يصفو قلبي يسمو قلبي يهفو قلبي يسمو قلبي يهفو يرجع علام الغيوب قد غرقنا في المعاصي كان ماضينا سراب في الأداني في الأقاصي قد قرعنا كل باب لم يجرنا إلا بابك ربي علمنا كتابك مغفرة كان جوابك مغفرة كان جوابك محياً كل الذنوب ربي أنت المرتجى أنت غفار ذنوب قلبي طال به الرجا سائلاً ربي أتوب ما لنا إلا هداك ما لنا إلا جلالك عظيماً في عولا كم يشرفنا سؤالك ما لنا إلا هداك ما لنا إلا جلالك عظيماً في عولا كم يشرفنا سؤالك نسأل الخير الكثير عمر طاعتنا قصير نحن أتباع البشير نحن أتباع البشير شفعاً فينا يكون الحياة أن شهر شعبان بترفع فيه أعمال الخير الشيخ أحمد أي أفضل الأعمال اللي الواحد ممكن يقدمها لأهلينا في سوريا وتركيا أهلينا اللي فقدوا المأوى بتاعهم أو اللي فقدوا لقمة العيش بتاعتهم أو اللي فقدوا أب أو أم أو ابن والحمد الله الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وصفاً للإنسانية ووصفاً للمسلمين جميعاً أنهم كالبنيان المرصوص يشدوا بعضه وبعضاً في الوقت الحالي كل محتاج للكل مهما كانت العطاية بسيطة ويسيرة ممكن تكون بجنيه بخمسة بعشرة بمية بألف لا تسخر ولا تستحقرن من المعروف شيئاً يعني حتى لو أنت معكش فلوس كتير اليسير لو حتى عايز تبعط بطنيه اللي تقدر عليه ليه لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ذرة شيء يسير جداً لكن دائماً ننظر في الجهات المنظمة الجهات التي ستوصل هذه الأشياء جزا الله خير هذا البلد الأمين الكريم المبارك مباشرةً سارع بخط جوي وطائرات وصلت إلى بلاد الشام الشريف ووصلت إلى مستحقها ووصلت أيضاً الآن تتجهز إلى تركيا وتصل إن شاء الله إلى مستحقها غافة الملهوف هذه من صفات أهل الجنة والعون في مثل هذه اللحظات المباركة يشعر الإنسان بالعطاء الكبير اللي هو بيعطيه لهؤلاء الخلق لكن يعلم أنها قبل كما علمنا إمام الدعاة رضي الله تعالى عن ورد الشيخنا الشيخ الشعراوي قبل أن تقع في أيدي هؤلاء المستحقين هي وصلت لله سبحانه وتعالى الأولى ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى الثاني أنها في شهر شعبان وفيه الأعمال ترفع وهي مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى الأمر الثالث عطاء كبير جداً في هذه الحلقة وفي هذا الإعداد في هذه الليلة المباركة لما لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنطق الحبيب صلى الله عليه وسلم أداله على الخير كفاعله نحن نحمس الناس نشجع الناس بادروا بهذه الأعمال باليسير ما استطعت أنا لا أمتلك شيء أنا عندي ظروف صعبة جداً أنا لا أمتلك أستنقوط يومي توجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء لما نريد أن يرى الله سبحانه وتعالى في صحيفتك أنك اهتممت بأمر المسلمين قال صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم فالمبادرة في مثل هذه الساعات المباركة مباشرة تعود لك يعني زي ما بيقولوا بالبلد في الشارع المصري اللي بيقدم السبت بلا الحال فانت مباشرة ما تقدمه لله سبحانه وتعالى سيعود عليك أضعاف مضاعفة الواحدة بعشر ما ستقدمه واحدة سيعود لك بإذن الله تبارك وتعالى عشراً هذا ما علمنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحق أنت عارف أكتر يمكن هل لنا دلوقتي في سوريا أكتر حاجة محتاجينها إيه؟ والله هي الدعم المعنوي يعني نفسي أكتر من المادة صراحة دعم المادة رغم أنه في ناس يعني في ضائقة مادية في جوع ولكن بحاجة لدعم معنوي لحاجة إلى يعني الشعوب الباقية تتساند معاهم بأي حاجة لو عن طريق إعلام لو عن طريق أي حاجة عشان أياما الإنسان سبحان الله لما بينظر نظرة يعني أنه في مساعدة في أخ يعني حس فيني بقى سبحان الله بتلاقي ارتفعت معنوياته أكيد وده على الجميع يعني طبعا سبحان الله أنا عارفة أن أنت عندك قصيدة ارتجالية ممكن تعملها دعم معنوي للوقت إيه رأيك والله أنا خادم يعني سبحان الله أنا ترى عرعت مؤذن في المسجد بني أمية وشكر خاص لأهلي في المسجد والرابطة الحبيبة وشكر لأبي وأمي يعني اللي سبحان الله هم علموني يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بالمديح إليك شفيع المذنبين وبعدين القصيدة الارتجالية آآنا يا حب الله يكرم إليك شفيع المذنبين مذائحا مؤلفة تذري بنظم الجواهر إليك شفيع المذنبين مذائحا مؤلفة تذري بنظم الجواهر وما الظن يا مولاي فيك بخائب وللعائد اللاجي إليك بخاسري وما الظن يا مولاي وما الظن يا مولاي وما الظن يا مولاي وللعائذ اللاجي إليك بخاسري وما الظن يا مولاي فيك بخائب وللعائذ اللاجي إليك بخاسري فإني على قلبي وبعدي رفيقكم ومادحكم في كل ماد وسامر فكن من أذى الدنيا معيني وناصري وغوثي على باغ علي وغادري الله الله لا ليست في القصيدة الارتجالية انت وعتنا بحكتين المرار إليك نطمعين يا حبيب الله يا رسول الله من فاته منك وصد حظه النازم ومن تكون همه تسمو به الهمم وناظر في سوى معنا حق له يقتص من جفنه بالدم عواه وادم فما المنازل لولا أن تحل بها ولا الديار وما الأطلال والخيم في كل جارحة عيننا راك بها وفي كل عضو مني للثنائف نسيت كل طريق كنت أعلمها نسيت كل طريق كنت أعلمها إلا طريقا يؤدي أعدي بي لحيكم الله الله إيه الجمال ده الله يسئل مكارب سلام شيخ أحمد إيه الجمال ده يعني أنت النهار ده جاب لنا هدية يعني والله الحقيقة تستحقوا كل خير ومصر يعني هي ما هي إلا بضاعاتكم ردت إليكم لكن الشي الجميل أنه في هذا البرنامج المبارك في مصر جديدة وفي قناة اي تي سي وفي هذه الليلة المباركة عندي سؤال للجمهور وكل الناس بتقوله وكل الناس بتردده وأكيد لو سألنا حتى معالي المخرج والفريق الإعداد كله هو إيه اللي جمع الشامع المغربي يعني ما عليهم من الشام هنا من المغرب العربي ده كان السؤال الآخر سؤال في الحال يعني فعلا إيه اللي جمع الشامع المغربي اجتمعنا في مصر على حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الدرة ما كانش لقاء صوت فأي أبدا جئت على قدر يا موسى هذا تقدير الحق سبحانه يقول ذلك تقديره العزيز العليم لفت انتباهي كلمة جدا مهمة ودائما الناس تشتكي من الهم وهو كان يتكلم هنا على الهمة ومن تكون دائما همته في رسول الله وكأن الإنسان فيه ثلاث أشياء عنده هم وعنده هم وعنده مهمة ثلاثة هم هم وهمة ومهمة همك إيه إيه اللي همك في الدنيا دي كل واحد عنده تارجت عايزة حققه إيه تارجت بتاعك إنت هدفك إيه نسبالي لو أكرمي الحق سبحانه وتعالى في مسيرة حياتي الآن تجاوزت الثلاثين عام لو أكرمي الحق سبحانه وتعالى بليلة واحدة أسعد فيها قلب النبي صلى الله عليه وسلم سأخرج من الدنيا وأنا سعيد طيب نسأل نسأل همك إيه زي ما أقلت في القصيدة ومن تكن همه تسمو به الهمم لو همني أنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكون راضي عني ده تسمو به الهمم يعني فسعادة قلب الحبي Versuch صلى الله صحبه وسلم سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة هذا هم ثم همة همتك في ده بتعمل حاجة فعلا أنا عايز أسعد سيدنا النبي أنت عملت إيه طيب ما هو الارتباط بسيدنا النبي محبة مع عمل طيب هذه همة إزاي سيدنا النبي يسعد بينا بالثالثة وهي المهمة مهمتك في الحقيقة بتعمل إيه مهمة ما عليك جلوسك على هذا الكرسي ليس عبثا إنما لإرسال رسائل كثيرة جدا لطمأنة قلوب شاردة لتنوير عقول هالكلمة نور طبعا ولو ابتسامة تدخلها على قلب إنسان ولا على وجه إنسان معلومة تضيفها بكل معلومة نتعلمها الإنسان روحي للفداء قال مجلس علم أفضل من ستين سنة عبادة مجلس علم أفضل من ستين سنة عبادة الله سبحانه وتعالى يرفع الناس يوم القيامة بالعلم يرفع لله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مثل هذا المجلس النبي صلى الله عليه وسلم سمه روضة من رياض الجنة مثل هذه الحلقات المباركة التي يتدارس فيها آيات الحق سبحانه وتعالى فيها ثلاث أشياء تتنزل فيها الرحمة تغشاها السكينة يذكرهم الله في من عنده هؤلاء الناس الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى طيب في بيت من بيوت الله في بيتك في سيارتك في عربيتك في مجلس عام في مجلس خاص عندما تجتمع هذه الأمور ستعرض على الحبيب صلى الله صحبه وسلم كيف يا أحمد يا طلحي ستريد وتحاول وترغب أن تكون سبب في إسعاد قلبه الشريف كل الأعمال معروضة عليه روح له الفداء صلى الله صحبه وسلم فيقول إن رأيت حسنا شاف حاجة حلوة قال الحمد لله وإن رأيت غير ذلك شوف الأدب النبوي ما قالش شفت سيئاتكم عيوبكم أخطائكم تقصيركم قال رأيت غير ذلك غير الحسن استغفرت لكم ففي الحالتين انت كسبان إن كان العمل مش موفق سيستغفر لك رسول الله إن كان موفقا قال روح له الفداء سأقول الحمد لله ودلالة قوله الحمد لله اسعاد قلبه الشريف اليوم جنابك الكريم عبر هذه الشاشة ستسعد الكثير من الملايين السوريين والأتراك والليبيين والمصريين والإنسانية جمعا بما لأنك مهتمة بشأن هؤلاء الناس المنكبين بكل واحد أدخلت السرور على قلبه يخلق الله منه ملكا هذا الملك ينتظر صاحب ذلكم السرور حتى يأخذ بيدك الشريفة إلى مقامك في الجنة فتسألينه يوم القيامة من أنت وما هو حالك أنت مين وعملت معي كده ليه من أنت مين البعتك ليه فيقول لك أنا الملك الذي خلقه الله سبحانه وتعالى السرور الذي أدخلته على قلب عبد الله فلان فشوفي كم واحد أدخلت على قلبه السرور واحد واثنين وثلاثة واربعة طيب ده مع بغية البشر العاديين فكيف لو وفقك الحق سبحانه وتعالى وأسعدتي قلب سيدنا النبي فهو ده الترجة اللي أنا عايزة وصله لو في عمري كله وعرفت أعملها مرة واحدة حط نعمل الدنيا وأنا مبسوط الله 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 أنا بس عندي سؤال قبل ما أتكلم في نقطة تانية هو إحنا الإنسان البشر إحنا مكلفين بس بإدخال السرور على بني آدم فقط بالعكس صلى الله صحبه وسلم حديث والله تعجبني دعوتكم والحضور عندكم والجلوس معكم لما أرى من جماليات الإعداد أو حتى الأفكار التي تأتي أثناء الحديث مش معدة قبل ذلك الحبيب صلى الله صحبه وسلم علمنا حديث الحديث ده كل العلماء كل علماء الحديث أينما وجدوا أول حديث يعلموه لأبنائهم ولطلابهم ولطلبة العلم في أي مدرسة كانت في أي جامعة كانت هو إيه الحديث ده جواب هذا السؤال قال روح له الفداء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض تأمل ما قلتش ارحم الناس من في الأرض يعني الحيوانات ارحم من في الأرض النباتات ارحم من في الأرض الأحجار ارحم من في الأرض سيدنا النبي قال حتى إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاة لا يستخدم الأحجار الكريمة ارحم من في الأرض رحمته وصلت للحجر يعني للشجر للبشر للحيوانات للدواب للزواحف للمخلوقات البحرية للبرمائية كل الخلق أيضا ارحموا من في الأرض سألنا بعض علماؤنا من الأزر الشريف يقولون ومن في الأرض إلا المخلوقات فأنت إنسان عبد لله مطلوب منك أن تكون رحمة لكل خلق الله مش بس العربي مش بس المسلم مش بس القريب منك مش الغريب عنك كل خلق الله أنت مطالب أن تكون رحيما بهم فالرحمن بنا جميعا هو الله سبحانه وتعالى شفت مشهد جميل جدا لإنقاذ قطة في سوريا من تحت الأنقاذ يعني كان مشهد يعني توقفت عنده بص المخلوق الضعيف ده ربنا كبير جدا وإزاي هو بما شئته خليها تعيش بعد كل اللي حصل سيدي صحبي وسلم يقول في كل ذاتي كبد رطبة صدقة كبد رطبة نعم صدقة فيها وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى سيدي إنسان يقول يعني سيبين الناس وتنقضوا القطط من ناس أولى سيدي نحن نعمل بقوانين سيدنا النبي قال ارحموا من في الأرض القطة على الأرض فأنا مطالب أني أرحمها ومطالب أني آويها وأطالب أني أساعدها بقدر المستطاع لا أتجاوز الحدود لا أغير في معلامح حياتها لكني مطالب برحمتها لما؟ لأن هذه هي خلافة الحبيب ولا أقول وراثة الحبيب فالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي يورث والذي مات وصلى الله عليه وسلم هو فينا حي فينا صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل ليس وراثة منه إنما خلافة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه في زمن ونحن في زمن آخر صلى الله عليه وسلم بهاء ماذا في جعبتك لنا؟ كان اسم على مسمى بهاء آه هو بهاء فأنا الله يكلمك يا سيدي ماشاء الله والله في موشح سبحان الله كلمات شيخ عمر الورداني وهو شيخ مصر ماشاء الله وألحان أستاذ كبير وشح كبير في الشام له تحية مني كبير الأستاذ مصطفى كريم ماشاء الله يبقى إشلم الشام يا المصري يا المغرب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذلك الكلمات كانت مصرية والألحان سوريا إن شاء الله يا جميل جدا هذا أكيد حاجة عظيم تحية طبعا للعالم الكبير الشهير الدكتور عمر الورداني ده أستاذ في دار الإفتاء المصرية وهو ماشاء الله يعني له صولات وجولات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على دار الإفتاء المصرية حقيقة كل الناس تيجي وتروح وانت حبيبي سكن في الروح كل الناس تيجي وتروح وانت حبيبي سكن في الروح مطرح مامشي عطور وافتوح دل مطرح مامشي عطور وافتوح من نورك يا عيوني تفوح من نورك يا عيوني تفوح أنت حياتي وكل مالية صلي عليك وترد عليك أنت حياتي وكل مالية صلي عليك وترد عليك شوف الحن يا بعنيا شوف الحن يا بعنيا وياك في الحضرة النبوية وياك حبيبي الباب مفتوح كل الناس تيجي وتروح وانت حبيبي سكن في الروح مطرح مامشي عطور وافتوح دل مطرح مامشي عطور وافتوح من نورك يا عيوني تفوح من نورك يا عيوني تفوح حتى هو بينشد مصري يعني متقد لللهجة المصرية سبحان الله من لا يحب يعشق مصر ويحب مصر ويتكلم باللهجة المصرية قد نلام في ذلك نحن كعرب أهلنا في بلداننا سواء كانوا في الشام الشريف أو أنا في بلادنا في ليبيا أنتوا بتتكلموا مصري ليه ما تتكلموا ليبي هو سبحان الله الإنسان يتكلم باللهجة التي يحبها هذا ليس معنى ذلك هو إنسلاخ من الهوية حاشا وكل لكن سبحان الله هي لهجة كل العرب يعرفونها اللغة تستخدم واللهجة تستخدم لإصال المعلومة والفهم لا لأن أبرز بها عضلاتي فبما أنك فهمتني بلهجة مصرية بلهجة عربية بيضاء بلهجة ليبية بلهجة مغاربية بلهجة شامية أهم حاجة المعنى يكون وصلك وده المراد أنا عاوز عرف بهاية تعيش في مصر بقالك قد إيه أنا بقالي سنتين وأكتر سنتين من ثلاث شهور كده والحمد لله يعني من فضل ربي علي لما جئت مصر كان في مسابقة اسمها مسابقة إقرأ أو المدّاح على ما أعتقد مدّاح الرسول على قناة إقرأ صحيح مدّاح الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كان فيها سيدي شيخ أحمد طلحي و اكتشف أكبر أيوم هو سبحان الله يعني دائما له فضل يعني أبدا على كل مدّاح طبعا يعني هنا في مصر أنا دائما أعتقد كده وحتى برضو سبحان الله كان له دور كبير في تشغيل فرق الإنشاد خاصة هنا مع الإخوة أو شعر بقى أنا وقه تحية لهم كبيرة يعني هو جنابه هو لكرم بس أنا سمعت أنك عملت فرقة خاصة بك خلاص يا بهاك مبروك الله يكرميك يا رب يعني خلاص ناوي التقييم في مصر خلاص والله هي حسب مقامك حيث أقامك سبحان الله نحن قاعدين لغاية ما ربنا يأذن سبحان الله ماشاء الله بقيت العمين يعني نعم بقيت المتاج ده كله في عمين فقط ده حلو جدا هم عالية هم عالية طبعا بقيت تعرف تتكلم المصري كويس آه أنا شغال مع ناس مصريين وبرضو بقيت بحب الأكل المصري آه والله بسحب الأكل المصري والله احنا بنحب الأكل السوري احنا مليانا المطعم السوري دلوقتي في مصر بنروح ناكل فيه رمضان جايوا حناكل سوري كتير طبعا الله يكريمك والله برضو المطعم المصري أنا بحبه قوي يعني زي ما تقولي المحشي الملوخية يعني دي حاجات جميلة أنت جيب إيه تخلت على الجامد على طول المحشي الملوخية دي حاجات أيقونية في المطبخ المصري آه والله حتى الحمام برضو أنا دوقت الأكل بتاعكم حتى برضو في الشرقية آه يعني في زي ما تقولي الأرياف آه لقيت طعم هاي القوي آه طبعا لا رحلة الشرقية يعني أكل البلدي على عصله طبعا آه آه والله سبحان الله فضل شهر شعبان ايه بين شهور السنة شيخ أحف الله سبحانه وتعالى جعل في حياتنا احنا بنعيش فترة زمنية محدودة جدا والإنسان فيها يعني استنادا لكلام أخي بهاء أنه عامين فقط في مصر شوفي عمل ايه وهو جاء عشان خاطر يشارك في مسابقة لمدح الرسول صحبه وسلم كان همه أن يشارك وأن يصدع بصوته في العالم وقبل في هذه المسابقة وتم العرض ما شاء الله من خلال أذكر 180 متسابق الوحيد الذي أبكاني وأنا في اللجنة واعترفت بذلك على الهواء يعني فعلا فعلا أبكاني لما لمشعرت في قلبه من جمال كان شي جميل جدا بعد ذلك الحمد لله التحق بعدد من الفرق والآن أسس ووقف على قدمه دلالة من المشهد دلالة على أنه يعلم أن الوقت ضيق جدا فلابد لك أن تنجز أعمال كثيرة جدا فالله سبحانه وتعالى أعطانا 12 شهر في السنة منها أربعة حرم سيدنا نبس وصحبه وسلم يقول ألا إن في أيام دهركم أي أيام العمر في أيام السنة نفحات يعني بعطايا ولحظات كده ليه يا ربنا بتدينينا ده عشان واحدة منهم ممكن تسعدك في الدنيا والبرزخ والآخرة قال تعرضوا لها لعلها أن تصيبكم إحدى فلا تشقوا بعدها الدنيا والبرزخ والآخرة طيب عشان نتعلم لمن لا يعرف الدنيا اللي احنا عايشينها طيب لما دلوقتي الإنسان يتوفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن تقوم القيامة روح لأولفداء قال إذا مات ابن آدم قامت قيمته طيب إلى أن ينفخ في الصور الفترة دي للميت بنسميها إيه تسمى حياته البرزخ البرزخ هو الشيء الذي بين شيئين وبينهما برزخوا اللي يبغيان فيبقى سعيد في الحياة سعيد في حالة البرزخ الآن الناس اللي احنا بديدعي لهم ينتفعوا بالدعاء ينتفعوا بالقرآن ينتفعوا بالزيارة ينتفعوا بالصدقة الجارية أباؤنا وأمهاتنا الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى بيحسوا بنا طبعا ثم بعد ذلك يتهيأ للآخرة فهو سعيد في الدنيا سعيد في البرزخ وسعيد في الآخرة لما لأنه ضبط الوقت فإدارة الوقت شيء مهم جدا في حياة المؤمن والمسلم طيب الله سبحانه وتعالى أنت قصيدنا النبي كل حديث من كلام سيدنا النبي وحي قال شهر يغفل عنه كثير من الناس على شعبان متى يا رسول الله قال بين رجب ورمضان حضرتك قلت رجب شهر التخلي بالضبط وشعبان شهر التحلي التحلي تتحلى فيه احنا كان الواجب العملي بتاعنا في شهر رجب أننا نكثر من الاستغفار لما بننظف بنجهز زي ما بنروى البيت بنروى المطبخ بنروى قلوبنا عشان رمضان لاستغفر ربنا كتير في شهر شعبان فييجي علينا مباشرة شهر شعبان شعبان ده شهر الصلاة على سيدنا النبي يعني الواجب العملي في رجب استغفار الواجب العملي في شهر شعبان كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا خلص كده فاتنا رجب تخلي تخلينا عن كل ذنب بإذن الله وتخلينا عن كل الخطايا طب اللي ما نحقش يعمل الواجب اللي عليه في رجب يقدر يكثر من الصلاة على سيدنا النبي هي كفيرة أن تخرجه من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فهو نستغفر شوية مع الصلاة على النبي الصلاة على سيدنا النبي تجزئ عن ذلك الله سبحانه وتعالى لما أنتق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن يغفر ذنبك بما بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فهو شهر عظيم قال يغفل عنه كثير من الناس عشان كده أنا مبسوط بمصر جديد ومبسوط بإتي سي لما؟ لأن إذا غفل الناس عن هذا الشهر أنتم لم تغفلوا وعددتم هذا المجلس الطيب المبارك لما؟ لنتذكر أن يا ناس يا جماعة يا حضرات هذا الشهر شهر عظيم يغفل عنه كثير من الناس تعالوا نتجمع كما كان يتجمع أصحاب النبي يقولون قفوا نؤمن ساعة الصحابة أصحاب سيدنا النبي محتاجين يؤمنوا ساعة هم دائما لكنهم يذكرون بعضهم البعض يجلسون ويتدرسون ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويذكرون الحق تبارك وتعالى بألفاظ كثيرة جدا قفوا نؤمن ساعة فهذا دور من أدواركم تحمدون وتشكرون علي جزاكم الله عنا خير الجزاء طب لو عملنا الواجب اللي علينا في شهر شعبين وصلينا على النبي واستغفارنا في رجب بنوصل لرمضان وإحنا عاملين إزاي طيب إحنا في الأولى بننظف التخلي ده بننظف ساحة القلب وساحة النفس ثم بعد ذلك نبدأ نرتب للوقت لو نزلنا للمولاد هنلاقي الفوانيس نزلت وحاجة رمضان بدأت تنزل بمعنى ذلك أنا أحلي البيت وأحلي المطبخ طيب أنا أحلي قلبي وعقلي وروحي الأول قبل ما أجيب الفنوس أنور قلبي بالصوت قبل أن أأتي بالفنوس ده أنور قلبي الأول ده هو التحلي لما لأن أول ما سيخرج علينا سماحة المفتي حفظه الله ويقول تعلن دار الإفتاء المصرية أن غدا أول يوم هو من أيام شهر رمضان الفرحة دي وعلى طب بنسمع رمضان جان الأجواء دي كلها بدأت ساعات التجلي أول نفس بتاخده بيبدأ يتحسب عليك هو عتق من النيران أوله رحمة وسطه مغفرة أخيره عتق من النيران فكل لحظة في رمضان عظيمة جدا فيبدأ يتجلى الحق سبحانه وتعالى في أنوار بتنزل على مكة المكرمة وفي أنوار بتنزل على قلب الحبيب الأعظم صلى الله وصحبه وسلم وفي أنوار على المسجد الأقصى الذي تخلى ثم تحلى هو الآن معرض للتجلي هو أول واحد تنزل عليه هذه الرحمة تجلد أبي بعمل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى في مصر أيضا لما تجلى على الجبل فقال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة طيب في ليلة الإسراء والمعراج كانت من أيام قلائل في شهر رجب تجلى الله سبحانه وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله وصحبه وسلم وتحمل حبيبي صلى الله وصحبه وسلم ما شاء لأن الله سبحانه وتعالى قال يزيد في الخلق ما يشاء فزاد في قوة تحمله صلى الله عليه وصحبه وسلم فورثنا وخلفنا الحبيب صلى الله وصحبه وسلم في ذلك أخذنا هذا الميراث منه صلى الله وصحبه وسلم لأنه قال يورث الدرهم والدنار لا يورث العلم والمعرفة لكن الخلافة في التحمل وفي الاستقبال لهذه الأنوار منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكل نور كل حرف في القرآن نور قال لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولم حرف وميم حرف ولكل حرف النور فهذا النور يظهر على اللسان يظهر في العين يظهر في الوجه يظهر في الحركات الله سبحانه وتعالى قال لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ما بيسمعش للحاجة الحلوة وبصره الذي يبصر به كان عنده بصر أصبح عنده بصيرة بما لأن خلاص فتحت بصيرة القلب بما كان في الأول تخلي نظف وفي الثاني يتحلي بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبح البيت في استقبال الناس كذلك قلبك في استقبال فائضات أنوار الحق سبحانه وتعالى من معاني القرآن يقول سبحان الله وكاني أول مرة أرى الآية دي يخشع في الصلاة لما يأتي لزيارة ناس يجبر بخاطر الناس لما يأتي ويرى الناس عنده هم أن يعمل كل الأعمار الصالحة يقول ما كانتش في الحاجة دي ليه الناس مهتمة في أول عشر أيام في رمضان كلهم في المساجد ما السبب في ذلك الهمة العالية بما جاءت بالتخلي ثم التحلي الآن ساعات التجلي فيعتق الله سبحانه وتعالى في كل يوم قال صلى الله عليه وآله 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 حق سبحانه وتعالى من النيران في هذا اليوم العظيم المبارك فالإنسان الذي لا يتخلى ولا يتحلى يستفيد من رمضان لكن لا يكون له التجلي لا يكون له المقام العظيم لا يكون له النفع الكبير الفائدة العظمى يأخذ حسنات ويأخذ عطايا من الله سبحانه وتعالى لكن ليس نصيب الأسد كما يقولون لا إحنا عايزين نخصيب الأسد لازم نلحق بقى نعمل الواجب اللي علينا في شعبان اللي عايز يلحق رمضان من دلوقتي يجهز نفسه بالصلاة على صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليه ستنا ربنا سبحانه وتعالى أن تقصدنا النبي بحديث قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر احنا بنبص في عشر لا سواني بص هو قال صلى الله عليه بها بالصلاة عليه هو السبب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فركز فيه ما تجريش وراء العشرة وتنسى بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالعشرة بمئة والمئة بألف تصلي مئة مرة الله يصلي عليك ألف مرة دي تجارة رابح طيب الصحابة عايزين يتعلموا يعني إيه ربنا بيصلي علينا ما المعنى بعض الناس الذين يعني تخطفتهم أمواج الإلحاد يظنون أن الله سبحانه وتعالى يركع ويسجد لخلقه هذا مفهوم مغلوط هي رحمة من الله سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى ترجمها النفسي في آية قرآنية قال هو الذي يصلي عليكم بس ما هو شرف عظيم أنه ربنا يصلي علينا مش محتاجين حاجة تانية قال وملائكته الملائكة سيدنا جبريل بيصلي عليك سيدنا ملائك الموت بيصلي عليك حمرة العرش يصلون عليك كل من في السماوات يصلون عليك عجيبة وعلى كل من يصلي على سيدنا النبي لما كرامة لعيونه صلى الله عليه وسلم والذي يصلي عليكم وملائكته لما يا رب ليخرجكم من الظلمات ظلمة الهم والغم والمرض وكسر الخاطر وكسر النفس والغربة والتعب والإفلاس والغلى الحياة كل ظلمات إلى نور الراحة والهنى والسعادة والسرور معه صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور جاء حد من الصحابة يقول لي رسول الله أصلي عليك كم مرة فقال ما شئت وإن زدت فهو خير لك مية ميتين ثلاثة الثلثان كم أجعل لصلاتي فسيدنا النبي اختصر الكلام عليه قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك ما هو ليه الخير لك أنت كل ما تكثر الخير لك ليس حد تاني مستفيد إلا أنت طيب قال يا رسول الله أصلي عليك أجعل وقت كله في الصلاة عليك أنا أصلي عليك في اليوم ألف مرة فقال إذن يكفيك الله ما أهمك بقى ش عندك هم خلاص خايف من الرزق خايف من الغلى خايف من الأسعار خايف من الدنيا دي كلها صلي على سيدنا النبي تنجو من هذه الأشياء قال إذن يكفيك الله ما أهمك وأذهب عنك حزنك بقى ش عندك حزن وفرج عنك كربك وغفر لك ذنبك يعني لا ذنوب ولا هموم ولا كربات وانت أعد في بحبوحة بما بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متى مراد دورها في هذا الشهر ليه طيب شهر شعبان ولو جئنا للإستغفار سنجد أن الله سبحانه وتعالى أفضل وقت الإستغفار السحر قبل الفجر بشويه طيب أفضل وقت وأفضل عدد الإستغفار سبعين مرة جبتوها منين من الآية والحديث الحديث يقول صلى الله صلى الله عليه وسلم لو علمتوا أن الله يستغفر لهم فوق السبعين لا استغفرت وربنا في القرآن الكريم يقول أنت استغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم رقم سبعين ده سر بعدين نشوف الآية الكريمة وبالأسحار هم يستغفرون إذن الوقت والعدد معناها في سر في الحتة دي فالعلماء مباشرة ينذهبون إلى هذا الأمر فالناس اللي بتبقى صحي أو بتصحى مخصوصة عشان تصلي الفجر أفضل وقت الاستغفار قبل الفجر فترتهز الفرصة دي وتستغفر طيب صلى الله على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وقت لها في العام شهر شعبان هي مقبولة في كل الأحوال لكن الأفضل في شهر شعبان في أي وقت ليل نهار وانت متوضي وانت مستقبل القبلة وانت قاعد مع الناس وانت الوحدك أكثر من الصلاة عليه روحي له الفداء صلى الله عليه وسلم تكسب وتربح إن شاء الله في الحياة الدولية تسمعهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فنحن في مجلس ذكر لا شك أنه روضة من رياض الجنة الناس يتزاحمون الآن على نسك عشان يدخلون الحرم عشان يحقز يصلي ركعتين روح له الفداء قال كل مجلس حلق الذكر هذه سمها رياض الجنة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا رياض ما هي روضة واحدة وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر أو حلق الذكر كل مجلس يذكر فيه سن النبي أو يذكر فيه الحق أو يتدارس فيه آية كريمة هذا روضة من رياض الجنة لا شك نحن الآن في روضة من رياض الجنة جميل جدا خلينا نستكمل هذا المجلس الجميل بالمديح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس بعد الفاصل أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنات خزائن رحمة نغم الحبيب تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالمدى والجين للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب أدعو الإله بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنل أو فنصيب الله 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 صلى والملائكة الكرام الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب يا مولانا صلي دائما تجلي أبدا سرمدان على النبي العربي الطاهر الناس بي وعلى ذوي العلا كذا وما بددوا للفتن الله 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 بي أسمك ندعو سيدي ونرجو ربانا هب لنا منك ما اغفرة منك ما رحامتان سيدي إن لم تكن لنا فمان يغفر ذنوب للعصات من الله يا بهاء الله إيه الجمال ده بهاء هل عندكم في سوريا لشهر شعبان أي تقوس أو أي ملامح؟ والله زي ما تفضل سيدنا يعني هو رجب شهر التخلي وشعبان شهر التحلي سبحان الله بتلاقي الناس تتحلى تتحلى بأخلاق يعني استقبالا لشهر رمضان تهيئا لشهر رمضان كمساجد بتلاقي الناس بدأت تتعوت عصالات الفجر بتلاقي الناس بلشت تكتر أكتر سبحانه أو حتى أجواء المديح بتلاقي فرق الإنشاد بتكتر بروفات بتعمل بروفات عشان يعني عنا في سوريا المسجد الأموي فترة السحار قبل وبعد في إنشاد فترة ما قبل الأفطار في إنشاد على قناة نور الشام الفضائية وجهلة تحية كبيرة سبحان الله تلاقي شهر شعبان يعني زي ما تقولي يعني تهيئ تحضير لشهر رمضان مبارك يشحى بالهمم كده شهر شعبان العبادات ويعني الصيام على وجه الخصوص في شهر شعبان فضلوا إيه؟ وفي خصوصية لربما الفقير أتكلم بملحظ أتمنى وأرجو من السادة المشاهدين حبايا بجلبي كلهم أنه يكونوا فهميني أنا بقول إيه لا لشيء لكن هو مذاق قد يتحدث الإنسان يقول يا عبادة والآن لابد لنا أن نصوم جميل وأنا معك لكن طيب بعد الصيام ولماذا الصيام ولماذا هذا الشهر ولماذا نسبه صلى الله عليه وسلم له أولا قال شعبان شهري يعني الشهر تبتع سيدنا النبي فلما تكون بين إيدين حضراتكم حاجة بتاع سيدنا النبي كيف سنتعامل معها رقم واحد رقم اثنين لما الله سبحانه وتعالى أعطانا عبادات كثيرة جدا أعطانا صدقة وأعطانا صلاة وأعطانا زكاة أعطانا عمرة وأعطانا حاجة كثيرة لكنه لم ينسب شيئا له سبحانه جل جلاله وتعالى في علاء إلا شيء واحد وهو الصيام فقال فإنه لي وأنا أجزي به أولا شهر شعبان شهر سيدنا النبي الصيام لربنا سبحانه وتعالى وكأننا احنا في حاجة خصوصية جدا الشهر خاص جدا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصيام خاص جدا بربنا سبحانه وتعالى فأعظم عبادة في أعظم شهر هذا الموسم الذي نحن فيه الآن يعني في شهر شعبان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء مهم جدا العبادات الفعلية أنك تصوم لما لأنه صلى الله عليه وسلم تقول أمنا عائشة كان يكثر من الصيام في شهر شعبان نصوم إمتى في شعبان؟ العلماء اختلفوا في المذاهب الفقهية رضوان الله تعالى عليهم في مذاهب يسموها مذاهب الأحكام الفقهية منهم من رأى أنه يصوم صيام سيدنا داود يصوم يوما ويفطر يوما ومنهم من قال أنه يصوم ما شاء إلى المنتصف فبعد المنتصف لا يصوم لما حتى يفصل ما بينه وبين رمضان لما يدخل على رمضان بهمة عالية ما يكونش مجهد من صيام شهر فإذا أقبل عليه رمضان أول عشر أيام في رمضان مع الشهر الذي قبله تعبان من الصيام فمن رأى في نفسه أنه لا يستطيع فيصوم ما شاء ما قدر الله سبحانه وتعالى له أن يصوم لكن أصحاب الهمم الشباب اللي هم زينا كده عندهم همم عالية نقول لهم لا أنا أول ما تربيت على الشياخنا أعطونا دورة لمدة خمسة أعوام سيد الشيخ محجوب فارس رحمه الله كان مجموعة من الطلاب نصوم في كل سنة من كل سنة مئة يوم نبدأ في عيوم عشرين جمادة الآخر فنأخذ عشرة أيام الجمادة الآخر نأخذ رجب كامل وشعبان كامل ورمضان كامل مئة يوم صيام متواصلة فكانت همم عالية لما شباب يقول بعدين لما بتكبروا خلاص تاخدوا شوية اثنين وخميس خمسة أيام سبعة أيام ثلاثة أيام ما شئتم لكن الآن في سن الشباب اغتنمها حتى الكبار يعني الصيام بتحس أنه جسمك بيرتاح يصحه قارص صحيح الله صومه صومه تصحه لكن الآن ظروف الناس للأغذية التي يتناولونها للحياة التي يمارسونها أصبحت الموازين عندهم صعبة في منهم يعني عندهم أمراض مزمنة ما يحتاج أدوية ما يحتاج بعض الأشياء فدين الله يسر نقول له ما شئت ما حاول يعني ولو يوم واحد في شعبان لكن إن استطعت وزدت فهو خير لك كما قال روح له الفداء فهو خصوصية خصوصية الشهر أنه لرسول الله وخصوصية العبادة أنها منسوبة لله الصوم لي وأنا أجزي به وليه شهر الشعبان بيتقال عليه أنه شهر القرآن هذا قول لما لأنه نزلت فيه الآية العظيمة وهي توجه النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة فالحادثة التي حصلت في هذا الشهر علما بأنها حصلت أحداث كثيرة جدا لكن بعض العلماء رأوا أنهم كثرة القراءة للقرآن الكريم في هذا الشهر الكريم يحاول بها الإنسان أنه يبدأ بالتخلي والتحلي في هذا الشهر لكن بعض الناس غير مهيئة للتلاوة لأنه لا يتقن الألفاظ ولا يتقن الآيات فنقول له تحتاج أنك تصحح نعم المتتاعتع في القرآن له أجران لكن لو هو بادر بالاستغفار وصل على سيد النبي لعموم الناس الذين لا يتقنون اللغة ستنال هذه البركة وهذه ثمرة فتدخل على رمضان تستطيع أن تقرأ في رمضان لما مقارئ كثيرة جدا علما كثر يجلسون لإقراء القرآن الكريم مجارس التلاوة موجودة القرآن تسمعه في كل اتجاه يصدع في كل الساحات في ما شاء الله حتى الآن يعني جزاء الله خير معالي وزير الأوقاف فتح المساجد في صلاة الترويح وإن شاء الله صلاة التهجد فتستمع إلى القراء ما شاء الله في محاربهم في مساجد مصر وفي غيرها من المساجد يتلون كتاب الله فالأجواء قرآنية لكن في رجب وفي شعبان يكون الاستغفار والصلاة على سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بها أنت تعلمت القرآن في دمشق وتعلمت التجويد والتلاوة إزاي؟ التجويد والتلاوة ساعدوك جدا بعد كده في الإنشاد والله أول حاجة يعني أنا من عمر سبع سنين بقى بغضحطني عند الشيخ عبد الرحمن خواندي رحمه الله هو اللي علمني المقامات هو علمني الإنشاد هو علمني التجويد وكمان برضو الفضل لله سبحانه وتعالى أولا من ثم لوالدي صراحة كان يتعب علينا في القرآن في البيت يعني تلاقي يوم الجمعة أغلبية الأبهات بتلاقيهم بيطلعوا فصحة أما أبي لأ كان يحطني أنا وأخي يقول لازم تحفظوا القرآن اطالعكم بعدها الله نعود نحفظ وذلك له فضل عليني يعني أنا حفظت طلت القرآن على يد والدي وستقلني الشيخ عبد الرحمن خواندي رحمه الله في التجويد والمقامات بعد أن توفي سبحان الله بدأت أنتقل إلى الإنشاد يعني وأتعمق بالفرق الإنشاد في سوريا وهذا الشي ساعدني كثيرا علم التجويد في الإنشاد لمخارج الحروف تفضل سيدي كمان في المسابقة اللي فاتت هو المخارج الحروف تبعك واضحة مشان التجويد مهم جدا طبعا علم التجويد فاتني جدا في المقامات الله الحمد يعني طيب يلح النشأة الصالحة عجيبة تربية طبعا أكيد دي بزرة صالحة سبحان الله هتسمعنا إيه بقى الله يا حسماعك قصيدة ارتجالية وهم كلهم حبين قمر طبعا آنية يعني بعد القصيدة ان شاء الله يلا وأجمل منك يا حبيبي لم ترقط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبران خلقت مبران من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء هو سيد الكون هو سيد الكون صلوا عليه هو سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي ما في سيادته علينا خفاء شرف المقام به وزمزم وزمزم وصفا وبيت الله وبيت الله وبيت الله وزمزم وزمزم وصفا وبيت الله وبيت الله وبيت الله والبطحاء قمر 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 سدن النبي قمر 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 وعما نوالوها كل العباد وعما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قامارون قامارون قامار سدن النبي قامارون وجميل 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 سدن النبي وجميل الله 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 جميل جدا والله دي أحلى حدايا النهاردة أمانك شيخ أحمد الله سعدكم بارك فيكم كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب عايزة أسألك عن يعني إيه ليلة من شهر شعبان يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم الله يا سلام هذه آية كريمة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون أشياء كثيرة جدا أولا نترجمها بالحديث ثم ننتقل الآية لنفهم المعنى سيدنا صلى الله عليه وسلم قال حديثا للصحابة أن الإنسان يجمع في رحم أمه نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح مسيرة خلق الإنسان بتمر على أربعة أشهر فيبدأ في الشهر الأول والثاني والثالث والرابع في الشهر الرابع ينزل الملك الكريم الشريف وينفخ فيه الروح ويكتب اسمه وعمره ورزقه وشقي أو سعيد وفي روايتي مسلمين شقي أم سعيد كل يعني وكأنه الأردر بتاعه أو وكأنه لائحة الأعمال اللي حيعملها البلان اللي حيشتغل عليها هو ده عمرك خلاص الرزق بتاعه خلاص كل حاجة كتبت الله سبحانه وتعالى خلال العام ينزل أشياء أوقات ينزل فيها أرزاق إضافية وأوقات ينزل فيها الحق سبحانه وتعالى عطاية بسبب الدعاء وأوقات يرفع فيها الحق سبحانه وتعالى من البلاء يدفع الله سبحانه وتعالى البلاء فمن هذه الليالي المباركة أحيانا تنزل رحمات من الله سبحانه وتعالى وأحيانا تنزل أمور كتبها الله سبحانه وتعالى على خلقه إما أن يكون مرضا أو اقتارا في الرزق فقر أو انزعاج في الحياة أو ما شابه منها هذه الليالة المباركة في شهر شعبان ليلة يبرم فيها كل أمر حكيم ويبرم هذا الفرق فيها الله سبحانه وتعالى ينزل فيها الأشياء فالناس العلماء والصلحة أسلافنا من عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا يعلموننا أننا نكثر في ليلة النصف من شعبان تحديدا الدعاء بثلاث مرات أولا قراءة سورة ياسين هي الليلة دي ليلة النصف من شعبان يروى أنها نزلت فيها هذه الآية فضلها طبعا كبير فيها ثلاث آيات نزلت في كل عام نزلت فيها آية آية نزلت فيها مرة هذه الآية الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم فيرفع الله سبحانه وتعالى ما نزل من البلاء على الناس طيب عندما يرفع الله سبحانه وتعالى بما يرفعه قالوا تقرأ سورة ياسين وتدعو الله قراءة سورة ياسين وما يتبعها من دعاء بإذن الحق تبارك وتعالى مستجاب فهذا المعنى لهذه الآية الكريمة هي ليلة من ليالي شهر شعبان يتنزل فيها من أمر الحق سبحانه وتعالى ما شاء فتستقبل فيها الخيرات وترفع إن شاء الله المضرات عنك ببحث الجود والفضل والبركة يا رب يا رب بها أنت يعني لما جيت مصر لقيت إزاي العادات والتقاليد هنا بتختلف عن العادات الشيء والله إيه المتشابه وإيه المختلف والله بصراحة الشعب المصري أقرب شعب للسوري بعادات وتقاليده يعني في حاجات تختلف لكن حاجات بسيطة يعني يعني زي مثلا عندكم الزواج البنت والشاب البنت بتجهز نفسها والشاب يجهز نفسها لأنه عندنا الشاب هو بيجيب كل حاجة أحسن والله يلا نداء للبنات ها نداء للبنات مباشرة برضو عندنا في ليبيا البنت عندنا السيدة يعني عظيمة من عظيمات البلد فلا تنفق شيء ولا تدفع شيء ما جابت ما تأتي به هو لها من باب الفضل لكن الحقيقة الشاب هو الممكن إليه كل الأعمال البيت التجهيزات الترتيبات كل الحاجات دي من الغرائب واللطايف دائما أنا أصحاب السوريين بقولهم هنا بيكتبوا الملعق والشوك والسككين والحاجات الأيمة بتتكتب يعني ما فيش الكلام ده أبدا يعني هذه العادة موجودة في مصر وعادة جميلة النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا الناس معتادوا قد ترفع في يوم من الأيام لأنها عادة من عادات البشر ليست قرآنا منزلة لكن هي أظن من الأطائف اللي ممكن مرة عليها أخي بهاء استغربت من فكرة الأيمة؟ استغربت لأنه إحنا عندنا في صورة دائما أن الراجل هو بجيب كل شيء سبحان الله حتى برضو في عادات سبحان الله عندكم حلوة عندنا مش حلوة يعني زي مثلا عندكم الخطبة تتزاع على المآذن بتلاقي سبحان الله يوم الجمعة أنت سمع الخطيب اللي بيخطب في المسجد الفلاني أما عندنا لأجوة المسجد وحتى برضو عندكم في صلاة الترويح بزيعوا الصلاة أيها بزرع يعني لما تلاقي الإمام أصوات العيمة كما تفضل سيدي في رمضان تصدح بالقرآن الكريم بتلاقي سبحان الله حتى وإنتي ماشية في الشارع لو ما روحتيش صلاة الترويح هتلاقي صوت القرآن ماشي في البلد كلها سبحان الله بقديم العادات الجميلة يعني أنا بحشة في مصر وعادات شكرا جميل بس لأنا عجبيني عادات الزواجة عندكم عجبتي جدا جد أوفر أظل فيه زرت مرة جنوب شرق آسيا بعض القبائل في الهند البنت هي التي تدفع المهر كونست نحن بعيدة عن هذه القبائل وريبين سوريا هي ما بتجهزش نفسها لو روحت الهند هي التي تدفع المهر في الهند ستة التي تدفع المهر طب الحمد لله يعني عادات غريبة أذكر مرة زورت ماليزيا فكنت يعني واندونيسيا فأحضر عقد زواج هم صغار السن فكان يكتب على المقدون يكتب أنه سيدفع مئة ألف ربية لعملة بتاعتهم فأنا تخضيت يعني شاب سغير حاجة بمئة ألف مئة ألف مرة واحدة فلما سألت فأقول لهذه تساوي عندهم 13 دولار يعني ثمان صاندويتش في مطعم براند إنجليزي أو غربي فالمهور عندهم يسيرة جدا لأجل ذلك ومتعدادهم أكثر من 280 مليون نسمة في بلاد اندونيسيا فسبحان الله العادات والأعراف تختلف من بلد بلد وكل شيء له مذاق حقيقة يعني تحويل القبلة في ليلة النص من شعبين الدروس المستفادة من ده برضو أحب أشكركم على كل سؤال لأن كل سؤال يحمل في طياته عمق عمق عظيم الحديث عنها تكلم عنها المتكلمون والعلماء وألفوا فيها وتصدرت في أخبار كثيرة لكن عندي ملحظ وهو ما أحتاجه لأننا في مصر جديد فعايزين الفيد أو عايزين الفهم اللي ما سمعناهوش أو عايزين من الخطاب الديني المذاق اللي احنا محتاجين نفهمه حكتين آية وحديث الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال قد نرى تقلب وجهك وجه من؟ ومن الذي يرى؟ الله سبحانه وتعالى يرى وجه حبيبه صلى الله عليه وسلم متقلب في السماء وهذه دلالة على ندرة تقلب وجه شريف في السماء بمعنى أنه كان دائما يطأطئ رأسه لا ينظر إلى السماء كثيرا فلما رفع وجهه إلى السماء وطلب من الله سبحانه وتعالى بلسان حاله لا بلسان مقاله لم يدعو يا ربي غير لكن كانت نيته إرادته الداخلية روح له الفداء أن تكون القبلة مكة المكرمة ولا يكون المسجد الأقصى هكذا يريد صلى الله عليه وسلم فقال الحق تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نعطيك القبلة التي أنت ترضاها يا رسول الله فالهاء هنا عائدة عليه صلى الله عليه وسلم والوجه وجه رسول الله ذكرنا في بداية المجلس وقلنا أن رسول الله لا يورث بل يجعل له خلفاء من الخلفاء قالوا الذين يعني يأخذون الخلافة في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى قال إن قد نرى تقلب وجهك في السماء قالوا إن لله رجال والرجال مقصودين ذكر وإنث إن لله رجال لو رفعوا حواجبهم لقضيت حوائجهم قبل أن يتكلم لما؟ لأنه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط رفع وجهه إلى السماء فأعطاه الله عز وجل ما يريد له رجال وله سيدات يتبعونه إذا رفعوا حواجبهم إلى السماء أعطاهم الله ما يريدون فهذا التحول الذي حصل في القبلة كنا نسجده اتجاه بيت المقدس عجل الله سبحانه وتعالى بتحريره عن قريب فحولها الله سبحانه وتعالى من بيت المقدس إلى أن تكون مكة المكرمة أحب البلدان إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام شوف الجمال لما سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم خرج من أحب البلدان إليه وهذا أمر أظن يعرفه من ترك بلده ومن خرج منها مرغما أو بإرادته مهاجرا في طلب العلم أو مهاجرا لطلب الرزق وما أكثر المصريين حول العالم كل مصري أراه في بلد من البلدان بقعد معه بلاء منه حنين لمصر مش طبيعي هم سيسمعون هذا الكلام وسيتذوقون هذا الكلام سيدنا صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة المكرمة ولو أن أهلي أخرجوني منك قال يعني لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ثم دعا بدعوة قال ربي قد أخرجوني من أحب أحب يعني أعلى من أحب البلاد إلي مكة المكرمة فلما تزور مكة المكرمة اعلم أنك في أحب البلاد إلى رسول الله فأسكني يا ربي في أحب البلاد إليك فمكة المكرمة محبوبة رسول الله المدينة المنورة محبوبة الله فالمطروح لسيدنا نبي في المدينة المنورة سيدنا نبي في ضيافة ربنا في هذه المدينة لأن المدينة المنورة كانت تسمى قبل قدومه الشريف إليها يثرب وقد نهينا أن يقال عنها يثرب من التثريب لكنها اسمها المدينة المنورة به صلى الله عليه وآله صحبه وسلم فهو في ضيافة الحق تبارك وتعالى فالمدينة المنورة أحب البلدان إلى الله سبحانه وتعالى ومكة المكرمة أحب البلدان إلى قلب رسول الله فأراد أن يسجد اتجاهها هذا دلالة يعطينا معنى راقي حب الأوطان فيا مصري حب مصرك وشهيد أحمد منسي لديما أنا بحبه وأجد في تاريخه أشياء جميلة جدا يقول انتصر لمصريتك يا مصري فإني والله لمصريتي لناصر إزاي المصري ينتصر لمصري حب البلد حب بلدك أحمد منسي رحمة الله يقول حب بلدك بلدك تحبك سبحان الله كيف تحب هذا البلد قدم لها قبل أن تسأل ماذا تقدم لها؟ قدم لها ولائك حبك عطائك لأنك في الآخرة ستدفن فيها تعلم سيدتي أن علماء الدنيا جاءوا من أقاص البلدان ليدفنوا في مصر اذهبي إلى الأقصر واسألي عن أكبر مسجد فيها وأكبر إمام فيها سيد عبد الرحيم القناء سمي بالقناء نسبة لقناء لكن في الحقيقة هو ليس مصري سيد أبي الحسن الشادلي في بلاد حميثرة في تلك الجبال الطيبة المباركة ليس بمصري سيدي الإمام البصيري سيدي المرسي أبو العباس سيدي يقوت العرش أعلام كثر في هذا البلد المبارك سيدي أحمد بن عطائل السكندري كلهم وفدوا لما أحبوا هذا البلد الكريم لما؟ لأن تجلى الله سبحانه وتعالى فيها لأن فيها نهر من أنهر الجنة فيها السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها فيها السيدة زينب التي دعت لهذا البلد المبارك دعت خمس دعوات زي ما بيقوله المصريين كده بالبلد ودايما بقولها لهم بقولهم لما تدخل في حارة وتلاقي خناءة كده هتلاقي واحدة ستة كده من أهل مصر بتقول أنا لي يا جميلة في كل بيت عايزة تتردل النهاردة في الست دي أو في الراجل ده السيدة زينب لها جميلة على كل واحد مصري دعت رضي الله تعالى عنها وارضها قارت اللهم يا أهل مصر نصركم الله كما نصرتمون دعوة بنت بنت سيدنا النبي آواكم الله كما آويتمون أعانكم الله كما أعنتمون جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا خمس دعوات من السيدة رضي الله تعالى عنها وارضها دفن فيها سيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وارضها وحدثي ولا حرج من الناس كيف لا تحب هذه البلد كيف وقد مرت بها العائلة المقدسة كيف وفيها آل بيت رسول الله كيف وفيها البقيع الثاني بهنسة في المينيا كيف وكل ما تتجول فيها تجد فيها تاريخ كل حجر ترفعه في مصر يحدثك بتاريخ صحيح عجيب هذه البلد كيف لا تحب كيف لا تحب وفيها آيات محكمات في القرآن الكريم أتعجب من المصر الذي لا يحبها ويسأل هي ماذا أعطتني ماذا قدمتني لا تقول هذا فإن قلت هذا فأنت مرتزق إذن لو دولة ثانية أو بلد ثانية أعطتك مالا ستحبها لما لأنك تحب المال لا الحب سيدتي حكتين إما أن يكون حبا كسبي أو حب وهبي الوهبي ده من ربنا سبحانه وتعالى لأنك تحبها لله سبحانه وتعالى الحب ببقى غير مشروط لكن الحب المعلل ده إشكالية ومصيبة كبرى الناس الذين يحبون شيء لعلة إذا زالت العلة زال الحب فأنت تحبها عشان تعطيك طيب لو ما أعطتكش أنا ما بحبهاش طيب مامتك بتحبها عشان إيه حب وهبي من الله سبحانه وتعالى حب وهبي أخوك بتحبوا لي حب وهبي لا أنا بحبهم عشان أطعموني وسقوني طيب لو ما أطعمكش وسقوك أنا مش بحبهم هذا الحب المعلل إشكالية كبيرة جدا فهو سؤال عجيب للمصري حقيقة دائما بعض يعني لاحظي الفنانين العلماء المشايخ الدعاة المنشدين الآن كلهم الذين يرنون إلى مصر ما أظن فيهم واحد لا يطمح ولا يحلم بالجنسية المصرية كلهم يريدون هذا البلد وأهل البلد قد ترى منهم العجب أنه عنده إشكالية في ولائه لهذا البلد الكريم الطيب المبارك كيف لا وقد ذكرت في القرآن تصريحا وتلميحا العلماء قالوا خمسة ووصلوها إلى خمسمائة مرة ذكرت في هذا البلد الكريم المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والرخاء والسخاء ظاهرها وباطنها يا ربي يحفظها شرقها وغربها برها وبحرها وجوها وأعوذ بك ربي أن تغتال من تحتها بزلازل أو ما شابه يا حي يا قيوم وأنا لو لي ملك في هذه البلد الكريمة أنا أول ما وفدت عليها لم أشتري فيها ملكا لا أمتلك فيها شيء إلا شيء واحد فقط مدفن طلبت من أسرتي أني إذا توفاني الله سبحانه وتعالى أن أدفن في هذا البلد الأمين لم أتملك فيها شيء إلا غرفة أدفن فيها إن فرقت الدنيا في هذا البلد المبارك يعني دعوة جميلة وأمل بتدهولنا إحنا كمان بس يعني لي قررت أنه يعني طبعا يعني ربنا يعني ديك طلط العمر يا رب ومش عارف هل دي دعوة حلوة ولا لأ ما بنقول كده هو الأمر في الخير ولطف وعافية في إسعاد سيدنا النبي لو كان العمر يطول لإسعاده نحن أهلا وسهلا يبقى دعوة جميلة في الحالة دي لي قررت كده لأنها وصية رسول الله ولأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن الإمام الترمذي يقول ما من رجل من أصحاب يموت ببلدة أو بقرية إلا وهو نورهم وقائدهم إلي يوم القيامة يعني إيه كلام ده يعني أصحاب سيدنا النبي لما ينتشروا حول العالم ويموتون في قرى وفي كفور وفي نجوع وفي مدن يوم القيامة تنشق الأرض عن كل القبور فيخرج الناس من أجداثهم كل بلدة ستخرج إمامهم لساحة البعث رجل من أصحاب رسول الله فلما تأملت إحنا عندنا في ليبيا عندنا سيد الرويف المثابة الأنصاري عندنا كثر الصحابة لكن مصر من الذي سيكون إمامهم وقائدهم إلى رسول الله سيدنا مولانا الإمام الحسين يعني رجل من أصحاب رسول الله صحابي جليل ومن أهل بيت رسول الله بل هو سيد شباب أهل الجنة بل في البلد الذي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا استوصوا بأهل مصر خصوصية صلى الله عليه وسلم فإن لهم عندنا عند رسول الله ذمة ونسب فهذا البلد المبارك طيب لماذا لم تختار مكة أو المدينة أظن أن أعمالي لا تهيئني لذلك وأظن ذنوبي لا تهيئني لذلك وأستحي أن أدفن بجوار رسول الله لما حياء من التقصير كما للذين يدفنون بجواره صلى الله عليه وسلم أما نحن هنا مع سيدنا الإمام الحسين مع سيدة زينم مع سيدة نفيسة مع سيدة عائشة مع آل بيت رسول الله مع الصحابة مع العلماء مع الفضلاء مع هؤلاء الأولياء كلهم مع المحبين مع المنشدين مع كل من كان له قلب نابض في حب رسول الله طبعا أنك تكون بجوارهم هم في جوارك يا حسين فحمهم ومن المرؤة أن يعز الجار حاشة لفضلك يا حفيدة محمد من أن تمس مجاورك النار هذا هو السبب يعني أنت بتشعر أنك مقصر وأنا أتعجب من الناس ممكن تكون يعني قرد حديث واحد وحفظت آية واحدة وحس أنها يعني عملت كل حاجة عندها في الدنيا فرحانين بما أتهم الله من فضله لكن الإنسان سبحان الله لما يرى أنه فعلا قالوا من الحمق أن تصدق ظن الناس وتكذب يقينك الناس يأتون إلينا ويسلمون ويصافحون ومنهم أن يتواضع ويريد أن يقبل يدك ومنهم يقول يا مولانا ادعو لنا كل ذلك يجعلك في حياء من الله سبحانه وتعالى هم لا يعلمون ذنوبك ومعصيك وأخطائك وأثامك أنا الآن متأخر جدا في أشياء كثيرة جدا لم أفعلها من أعمال كثيرة جدا لما لإسعاد قلبه الشريف هم فرحوا بهذه الآية قد يكونوا قد سبقوا وصدقوا منهم من سبقنا فصدق ومنهم من جاء من بعدنا فصدق فنحب من كان قبلنا لما لأنه سبقنا على لا إله إلا الله ونحب من جاء بعدنا لأنه لم يرتكب المعاصر التي ارتكبناها فهذا ليس تواضعا إنما هي حقيقة هذا ما تعلمنا علي سيدي بهاء يقول وارده رباه على ذلك الفسحة عنده بيوم الجمعة لا كانت الفسحة هي في رياض القرآن الكريم وهذا ما تربيناه في الأزهر الشريف وزي ما يقول في سورة سيدنا يوسف كما ذكر في سورة سيدنا يوسف أن هذه بضاعتكم ردت إليكم فالذي تعلمنا تعلمناه من المصريين حقيقة ومشايخنا الذين كانوا في ليبيا أيضا تعلموا على سداتنا وعلماء هذا البلد الكريم المبارك فما جبناش حاجة من عندنا هي بضاعتكم يا أهل مصر ليبيا بلد جنيلة وجارتنا من ناحية الغرب وعندنا خدود كبيرة بها اشتقنا إليك اشتقنا إلي صوتك وإن شابك الله يسلمك بسمع قصيدك يا أيها المختار بقى يعني الله الله برعي أنا عني يا الله بسم الله أخلقا وخلقا بالكمال توحدا يا أيها المختار يا أيها المختار يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الوارى أخلقا وخلقا بالكمال توحدا ماذا قولوا بمدحه والله طهر من سفاح الجهلية أحمدا بمدحه ماذا أقول بمدحه بوصفه ماذا أقول ماذا قولوا بمدحه والله طهر من سفاح الجهلية أحمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سمىك رابك في القرآن محمدا سمىك رابك في القرآن محمدا ذو رأفة ذو رأفة ذو رأفة ذو رأفة بالمؤمنين سمىك رابك في القرآن محمدا لذت بك الرسل الكرام الكرام لذت بك الرسل الكرام الكرام لذت بك الرسل الكرام فبشر وملائك الرحمن خلفك سجادا لا يحص فضلك ناثير أو كاتب عدادا ولا الشعراء يا يغوف النادى أو 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 لا يحص فضلك ناثير أو كاتب عددا ولا الشعراء يا يغوف الندى يا يغوف الندى طه صلاة الله مني سرمدى طه صلاة الله مني سرمدى ثم سلام عليك يا ينجم الهدى يا ينجم الهدى ثم سلام عليك يا ينجم الهدى يا ينجم الهدى يا ينجم الهدى ثم سلام عليك يا ينجم الهدى يا رب هبلي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حوجة ليشاهده الله 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 يا بها فن المديح ده فن إسلامي عريق جداً ليه قواعده وليه أصوله إيه الفرق بين مدرسة المديح المصرية ومدرسة المديح الشماية؟ الله وكلهم من رسول الله ملتمسون بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يذكر على أي لسان إن كان عربي أو أعجمي بقى سبحان الله حيطلع جميل جداً عشان هو اللي يمجم الهدى صلى الله عليه وسلم مش كده يا سيدي؟ نعم نعم حسنت صلى الله عليه وسلم الدعاء يعني في نهاية كل حلقة تعودناه منك شيخ أحمد وإحنا في شهر شعبان إيه؟ الدعاء اللي بتهديه لينا كده ويبقى أحلى ختام بس قبل الختام هو شروط قبول الدعاء إيه؟ نعمل إيه علشان نبقى ضمنين إن دعاءنا هيكون مستجر هو تلات حاجات النقطة الأولى من الكلام اللي تفضل به أخي بهاء خصوصاً في الكلمات المصرية اللي كل المصريين بيعرفوها هذا الموشح العظيم الجميل المبارك ذكر كلمة هي لب الدعاء الذي ندعوه قال ذو رحمة أو ذو رأفة بالمؤمنين الكاتب المصري لماذا لم يقل ذو رأفة بالمسلمين؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا المؤمن هو المحب سيدنا صلى الله عليه وسلم محب لبلدي سيدنا صلى الله عليه وسلم محب لذاتي محب لمنهم حواليه لما نقله الله عز وجل من مكة إلى المدينة في هذا الشهر العظيم دعا لبلده قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة فهذا هو الدعاء الذي ندعوه يا ربنا ببركة دعوة رسول الله التي دعاها عندما خرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ودعا للمدينة المنورة أن يجعل البركة فيها ضعفي ما في مكة من البركة أن تجعله في هذا البلد الكريم وأن تجعل هذا البلد الكريم آمن مطمئن ببركة الحبيب الأعظم صلى الله وصحبه وسلم وبسفينة النجاة آل بيت الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف الله عز وجل يقول ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قالوا آل بيت الحبيب الأعظم أينما حلوا روح له الفداء سماهم سفينة النجاة هم نجاة لأي بلد يكونون فيها بركة في هذا المكان لما يكون عندنا إنسان تشعر بوجوده وببركته يوم القيامة الله سبحانه وتعالى تنقطع كل الأنساب قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه روح له الفداء قال كل نسب وسبب وصهر ينقطع إلا نسب وسبب وصهري شوفوا اتصالنا بأل البيت صلى الله وصحبه وسلم في هذا البلد المبارك لا ينقطع حتى يوم القيامة في الوقت الذي قد ينقطع مني أبي وأمي وأخي وأختي وزوجي وابني لكن هؤلاء لا بنص كلامه صلى الله وصحبه وسلم فكيف لا نحب هذا البلد الكريم كيف لا ندعو له هذا البلد الكريم بدعاء رسول الله اللهم جعل في مدينة ما جعلت في مكة من البركة مرتين أو كما قال واجعل فيها يا حي يا قيم وأحبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد شوف دعاء سيدنا النبي فهذه الدعوة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ببركتها تكون سر الاستجابة يا رب إن أردت أن يستجاب دعائك وتوقن أن الدعاء مستجاب بحكتين الأولى قول الحق سبحانه وتعالى وقال ربكم دعوني أستجب ما فيش حرف منتهي الأمر فأستجب على طول ما فيش أي فاصل دعوني أستجب السر مش في الاستجابة أصبح سر في الدعاء كيف ندعو روح له الفداء لما جاء الصحابة قلت لي يا رسول الله قاله هو يستجيب سبحانه وعدنا بالاستجابة لكن كيف ندعو قال صلوا علي في بداية كل دعاء وفي ختامه فالله يقبل الصلاة الأولى ويقبل الصلاة الثانية ويستحي أن يترك ما بينه خلزني يقبل اللفو النص يا عربي طيب خذ حضرتك المايك كده قبل ما تقول الدعاء اللي هتهدهولنا النهاردة طبعا الأول خليني أشكر حضرتكم نورتونا بجد وكانت جلسة جميلة جدا أنا ساعدت بيها وأنا متأكدة كل الناس اللي كانوا بيتابعونا النهاردة أكيد هم سعداء من قلوبهم المنشد السوري والمصري يعني لو أنت سوري أصلا بس أنت مصري والهواء يعني بهاء الحيك نورتنا بجد في مصر جديدا النهاردة شكرا لكم على الصدافة الجميلة الله يسألني لك نختم بأجمل دعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه وبجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه إلهي إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك العطف والنطف فيه ربنا اجعلنا ببركة الصلاة على الحبيب المصطفى من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين ولا تحرمنا رؤياه طرفة عين ولا أقل من ذلك يا كريم اللهم كما آمنا بحضرته ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه يا سيدي حتى تدخلنا مدخلة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا والطف بنا وراجع بنا للحق وإلى الطريق المستقيم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم احفظ هذا البلد واجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ مصر برها وجوها وبحرها وأعوذ بك يا سيدي أن تغتال من تحتها غزر أمطارها ورخص أسعارها واحفظ قلوب ساكنيها اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم احفظنا واحفظ الإنسانية جمعا اللهم اجعلنا من خلفاء حبيبك المصطفى الذي قال لنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء تقبل منا يا مولانا واقبل منا ببركة لا إله إلا الله أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله واجمعنا بمن جاء بلا إله إلا الله واجعل اللهم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر أسرار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسره لديك وسيره إليك وبأسرار سورة الفاتحة